رحوا لي موضوع آخر وهذا المرة مع فلا الجزائرية ولقب السلطانة وين كانت دارت فيديو مؤخرا خرجت وهدرت وقالت أنها تنازلت على هذا اللقب اللي هو لقب السلطانة لأنه يعني ما عرضوهاش تغني في المهرجانات فليزيفان مويتوسا لكن المواجهة بين التوحى كانوا ضد هذا الفكرة وكانوا ضد هذا التصريح ولا هذا الفيديو عودت ولات فلا الجزائرية خرجت ويعني قالت أنه هذا الفيديو درته لأنه ما كنتش مليحة وكانت يعني تخيي ستيتوسا نقرح نشوف ورقة على هذا الموضوع اللي هو فلا الجزائرية ولقب السلطانة صدمت الفنانة في اللعبة بسالوسبوع الماضي متابعيها بقرار تنازلها على لقب سلطانة الطرب هذا اللقب اللي منحولها جورج وسوف في بداية الألفينات بعد انبهار وبسوتها أجاف الفيديو لصورة فلا في لحظة إحباط من سياسة التهميش اللي تعاني منها منذ سنوات جراء استبعاد اسمها من أهم المهرجانات والحفلات الغنائية أنها تشوف فنانات جديرات أكثر منها بلقب السلطانة أنا أمنح لقب سلطانة الطرب إلى أي مطربة عندكم أمل ماهر ودنيا بطمة وأصالة أنا منس حقش اللقب لأني لا أغني على المسارح ومسبقا أبارك لقب سلطانة الطرب العربي على من هنا جديرات به ويغنينا على المسرح وعلى الفور اخرج جمهور فلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتضامن معها ودعمها والمطالبة بدرج اسمها على كبرى المسارح لأنه هذا هو المكان الجدير بها حسبهم الشي اللي خلى سلطانة الطرب تقوم بحدف الفيديو لاحقا ما شي هذا وبرك الفنانة عيدة عبابسة نشرت هي الأخرى بوست طويل جفي لا يفل أنت يقوح نشويات لا نيأس أكيد عملتي هذا الفيديو في لحظة يأس نظرا للحجرة والقهر والتهميش اللي اتعرضت ليه ولكن لا تتنزني علق بك لا حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم شوف في مصر كيفش جابوا حق أمل ماهر ورجعوها الساحة رأسها مرفوعة أنت مطربة عربية صدقيني اللي جاي أحلى وربي ما يحبش الظلمو احنا انظلمنا كثير ربي وكلهم